موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى حدث اليوم والذي سنصلط فيه الضوء على أبرز حدث اليوم وهو سباق الرئاسة الأمريكية قصتنا الأولى من الأجواء الصدامية للانتخابات الأمريكية وفي تفاصيل بايدن يقترب من عتبة البيت الأبيض ست أصوات حاسمة تفصله عن الفوز بالرئاسة وأجواء التوتر تسود بعض الولايات قصتنا الثانية أمريكية أيضا وفي تفاصيلها حملة المرشحة الجمهورية تستعد لمعركة طويلة في المحكمة العليا ترامب يطالب بوقف عد الأصوات ويرفض احتساب المتأخيرات قصتنا الثالثة من باريس في تفاصيلها أيضا فرنسا تشدد إجراءاتها الأمنية على الحدود لمنع عبور اللاجئين وماكرون يقدم مبادرة لتغيير نظام رقابة دول الشئ قصتنا الرابعة من ليبيا وفي تفاصيلها أيضا طرفاء الأزمة يجتمعان في المغرب لحسم اتفاق المناصب السيادية والقاهرة تبحث مع وزير داخلية الوفاق ملف المتطرف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فرز الأصوات في خمس ولايات أمريكية ستحدد من هو ساكن البيت الأبيض فالنتيجة الحالية للولايات منحت المرشح الديمقراطي 264 صوتا ليصبح على بعد ستة أصوات فقط ليفوز بأغلبية أصوات المجمع الانتخابي في المقابل حصل المرشح الجمهوري دونالد ترامب على 214 صوتا حتى الآن ما يعني أنه بحاجة إلى جميع أصوات الولايات المتبقية لتفادي الخسارة والاستمرار في ولاية ثانية وتجنب أن يصبح أول رئيس أمريكي يخسر فترة الرئاسة الثانية منذ جورج بوش الأب عام 1992 فالحديث فقط عن ولاية مثل نيفادا بستة أصوات قد تحسم السباق الرئاسي هذا السيناريو المتوتر انعكس على الشارع المتوتر الذي شهد احتجاجات في مناطق مختلفة لسيما أريزونا التي تجمع فيها المئات من أنصار ترامب بعضهم مسلح ببنادق ومسدسات أمام مركز اقتراع بعد ترديد شائعات لا تستند لدليل عن عدم إحصاء أصوات للرئيس الجمهوري لكن ترامب بدأ في تصعيد الموقف وكالمعتاد عبر حسابه الشخصي في تويتر طالب بوقف فرز الأصوات في تغريدته الأولى كما نشاهدها هنا ومعد أقل من ساعة عاد بتغريدة أخرى أثارت الجدل مع موقع تويتر التي اعتبرها مضللة ترامب قال وبالأحرف الكبيرة أن أي صوت وصل بعد يوم الانتخابات لن يحتسب وذلك حتى دون انتظار أي قرار قضائي على كل المشاهدين دعونا نتابع معكم آخر التطورات بشأن التصويت في الولايات الخاصة خمس المتبقية وهي بنسلفانيا كارولاين الشمالية جورجيا وألاسكا وأخيرا ولايات نيفادا ففي ولاية بنسلفانيا التي تتمتع بعشرين مقعدا في المجمع الانتخابي ما زال الرئيس الحالي دونالد ترامب متقدما على غريمه الديمقراطي جو بايدن فترامب الذي حصد حتى الآن نصف الأصوات المفروزة فيما بايدن حصد 48.4% ووصلت نسبة الأصوات المفروزة إلى 87% ولاية كارولاين الشمالية حصل فيها ترامب على نصف الأصوات فيما خصمه بايدن حصل على 48.7% من الأصوات التي تم فرزها والتي وصلت نسبتها إلى 94% ولاية كارولاين الشمالية تمتلك 15 مقعدا انتخابيا في المجمع الانتخابي ننتقل إلى ولاية جورجيا والتي وصلت نسبة فرز الأصوات فيها إلى 99% مازال ترامب متقدم على بايدن ب0.4% حيث حصد ترامب 49.6% من الأصوات التي تم فرزها فيما حصل بايدن على 49.2% من تلك الأصوات جورجيا كسابقتها ولاية متأرجحة تمتلك 16 مقعدا في المجمع الانتخابي وفي ولاية ألاسكا التي تقع في أقصى الشمال الغربي وتمتلك ثلاثة مقاعد في المجمع الانتخابي يبدو أن ترامب في طريقه للفوز بها خاصة مع الفرق الكبير بينه وبين خصمه بايدن حيث حصل على 62.1% مقابل 33.5% بعد فرز حوالي 50% من أصوات المقترعين أما نيفادا والتي تتجه إليها الأنظار لحسم السباق بمقعدها الستة التي تمتلكها في المجمع الانتخابي يتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن ب49.3% على الرئيس الحالي دونالد ترامب الذي وصل لنسبة 48.7% بعد فرز 75% من أصوات المقترعين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خمس قضايا رئيسية كانت الموجه الرئيسي لخيرات الناخبين الأمريكيين والتي رسمت طريقهم لصناديق الاقتراع والمرشحين الديمقراطي والجمهوري قضايا مثل الرعاية الصحية التي بات من الأولويات بظل انتشار فيروس كورونا فيما الاقتصاد يعد المعضلة الأبرز فبحسب وزارة العمل الأمريكية فان الأسبوع الأخير من الشهر الماضي سجل فيه أكثر من 750 ألف ألف طلب إعانة جديد للبطالة قضايا أخرى مهمة مثل حقية الإجهاد وتعامل أجهزة الأمن وإنفاذ القانون مع التظاهرات التي تلت مقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد لعبت دورا أساسيا في المزاج العام خاصة في ولايات متأرجحة بين المحافظين الجمهوريين والديمقراطيين وحتى في حالة فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن فأنه سيواجه معركة عنيفة للحكم في ظل سيطرة الجمهوريين التي بدت شبه مؤكدة الآن على مجلس الشيوخ الأمر الذي يرجح تعطل الكثير من مشاريع القوانين الواردة على جدول الأعمال التشريعي الذي يشمل توسيع الرعاية الصحية ومكافحة تغيير المناخ ترجمة نانسي قنقر من واشنطن ينضم إلينا حسين عبدالحسين الباحث السياسي أهلا بك معنا في حدث اليوم بداية برأيك ما هو العامل الأبرز الذي حدد مناخ الناخب الأمريكي في هذه الانتخابات هل هو كوفيد 19 وكل ما ارتبط به من تداعيات اقتصادية أو الأحداث التي شهدتها أمريكا بالاترابات التي عقبت مقتل جورج فلويد أم تداعيات اقتصادية أخرى يعني ما هو العامل الأبرز الذي وجه الناخب الأمريكي أعتقد أن العامل الأبرز كان فعليا هو وباء كورونا المستجد وبرأيي أنه لو كان الرئيس ترامب لو أحجم عن الحديث عن الموضوع طبعا هو في الأيام التسعين الأولى بعد الفيروس قام بعقد مؤتمر صحفي يومي وفي ذلك المؤتمر صحفي ظهر الرئيس وكأنه غير مستعد لإدارة الأزمة طبعا لو تراجع هو لو تراجع من الأضواء لو ترك الحكومة تعمل ولكن أعتقد أن شخصية الرئيس هو تصور وكأن هذا الفيروس هو مؤامرة يديرها الإعلام والديمقراطيون عفوا ضد رأسته والإسقاطه والمساهمة في عدم فوزه بولاية ثانية ولكنه لو التزم الصمت برأيي لكان وضعه الانتخابي أفضل بكثير اليوم طيب بداية منذ 1980 لم تتغير اتجاهات التصويت في حوالي 38 ولاية الولايات التي تعطي الديمقراطيين بقيت تعطي الديمقراطيين والولايات التي تعطي الجمهوريين بقيت جمهورية ما يتغير تقريبا هو 12 ولاية تعرف بالولايات المتأرجحة كل أربع أعوام تغير اتجاهاتها لماذا هذه الولايات بالذات تحديدا تسمى متأرجحة وتغير ولااتها ولماذا الثابتة تبقى ثابتة يعني لو نحاول أن نفهم هذا المزاج الأمريكي في الداخل أولا الانقسام الرئيسي الأساسي في الولايات المتحدة هو انقسام بين المدن وبين القرى والأرياض كما تفضلت لو نظرت إلى الولايات الثابتة التي توالي الديمقراطيين لا رأينا أنها كاليفورنيا ونيويورك والولايات التي فيها مدن كبرى طبعا باستثناء تكساس ولكن تكساس اليوم صارت متأرجحة لو نظرنا إلى الولايات التي تساند الجمهوريين بشكل متواصل لا رأينا أن معظمها من الولايات الأقل سكانيا وسكان هذه الولايات معظمهم لا يسكنون مدن كبرى هذا هو الانقسام الثقافي وهذا الانقسام أدى إلى انقسام ليس في الأمور السياسية فحسب وأنما في الأمور اليومية والثقافية هؤلاء مع المناخة أولا ضد المناخة أولا مع الإجهاد أولئك ضد الإجهاد سلسلة من الأمور وبرع السياسيون الأمريكيون من الحزبين بتغذية هذه الانقسامات واستخدامها في الصراعات الانتخابية والسياسية أما الولايات المتأرجحة فهي التي يوجد فيها مدن كبرى مثل فلدل في مدينة كبيرة جدا وفي نفس الوقت في غرب فلدل في مدينة كبيرة جدا هناك كمية من المزارع والأرياض لذا الولايات تصبح متأرجحة سيد حسين الولايات التي حسمت النتيجة لصالح ترامب في الانتخابات السابقة قبل أربع سنوات هي بشكل رئيسي ميشيغن جورجيا ويسكنسن نورث كارولاينا وبنسلفانيا بعض هذه الولايات غيرت توجه هذا العام وصوتت لمصلحة بايدن وأعني حتى الآن ميشيغن ويسكنسن لماذا الناخبون بهذه الولايات تحديدا غيروا توجههم؟ بماذا تأثروا تحديدا؟ أنا لا أعتقد أن هناك تغيير كبير لو نظرنا إلى نتائج العام 2016 وإلى نتائج هذا العام لرأينا أن هناك أقل من 1% من السكان إما يتجهون إلى الديمقراطيين أو يتجهون إلى الجمهوريين ما يحصل فعليا هي الحماسة الحماسة لدى القاعدة الحزبية الحماسة لدى القاعدة الديمقراطية كانت خفيفة في العام 2016 وكانت سنة تغيير وحماسة قوية لدى الجمهوريين لذا رأينا أصوات الجمهوريين أكبر بكثير اليوم لو قصنا الأصوات لرأينا أن ما فعله الديمقراطيون هو أنهم أعادوا 40 أو 50 ألف من ناخبهم إلى التصويت مجددا قلبوا الموازين لذلك أنا أعتقد أن الموضوع يعتمد طبعا هناك بعض المستقلين ممن يتجهون مع حزب ضد الآخر ولكن لا أعتقد أنهم الثقل الأكبر خصوصا في انتخابات فيها الرئيس هو بطبيعته لا يتجه للجميع بل هو يتجه إلى قاعدة ضيقة حتى داخل الحزب الجمهوري وهو ما يحفز الآخرين على التكتب ضد الرئيس طيب حتى الآن حصل بايدن بالتصويت الشعبي على حوالي 75 مليون صوت متجاوز الرقم القياسي الذي حقق أوباما في السابق وترامب يقترب أيضا من تخطي رقم أوباما لماذا كانت هذه المعركة تحديدا ضارية بهذا الشكل والمشاركة فيها كانت غير مسبوقة ما الذي حفز الناخبين؟ أولا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن انتخابات الرئيس السابق أوباما حصلت قبل 12 عام وكانت الكتلة السكنية للولايات المتحدة بشكل عام أصغر فمن الطبيعي أن تكون الأرقام بشكل عام هذه السنة أكبر وطبعا كما تفضلت هناك حافز أساسي أنا أعتقد أن شخصية الرئيس الأمريكي التي تحفز أو التي تدعو إلى الأقسام فهي شخصية تستفز القاعدة الموالية والقاعدة المعارضة ولذلك رأينا الموجة الزرقاء للديمقراطيين جاءت أول مرة في العام 2018 وكانت ديمقراطيون يسعون إلى تكرار هذه الموجة ولكن الجمهوريون تنبهوا إلى هذا الموضوع وقاموا بمحاولة صد هذه الموجة والإتيام بموجة معاكسة ولذلك رأينا أرقام الانتخابات أعتقد أنها ستكون أعلى بكثير من نسبة 54 أو 55% في العام 2016 أعتقد أنها ستتعدى الستين في المائة وهذا كما تفضلت مقياس تاريخي للتصويت والناخبين الأمريكيين في هذه الانتخابات نشاهد مشاهد غير مسبوقة في الولايات المتحدة هناك سباق للتسلح المواطن الأمريكي يتسابق للتسلح مواطنين ينزلون إلى شوارع مسلحين بالبنادق والسكاكين أين الاختلاف أين المرحلة التي جعلت كل هذا يحصل على الأرض وما هو توجه السياسي والتوجه الشعبي أيضا بعد هذه الانتخابات طبعا هذه الانتخابات الأمريكية الرقم 58 في تاريخ الجمهورية وحتى في خضم الحرب الأهلية لم تؤدي الانتخابات الرئاسية إلى مواجهات في الشارع بين الفريقين الأمريكيين هذه أول انتخابات نراها في الولايات المتحدة التي تقارب حدود التضارب في الشارع موضوع السلاح كما تحدثنا هناك ثقافة لدى الجمهوريين تتمحور حول ترتبط بالتعديل الثاني للدستور وتتمحور حول تملك السلاح والمفارقة أن الجمهوريين يتملكون السلاح للدفاع عن أنفسهم ضد إمكانية أن يكون هناك حاكم ظالم داخل البيت الأبيض اليوم نراهم يستخدمون السلاح لنصرة هذا الحاكم في البيت الأبيض الديمقراطيون لا يتسلحون الديمقراطيون يعارضون السلاح ولكن طبعا تطور الأمر إلى تضارب نتوقع صدام بين مناصري الطرفين في الشارع لأن هناك سباق غير مسبوق للسلاح والتسلح طبعا الولايات المتحدة قارة كبيرة جدا نحن مثلا في مدينة واشنطن في المدن الكبرى هناك غالبية ديمقراطية وأستبعد أن يكون هناك مواجهة طبعا هناك بعض التظاهرات أمام البيت الأبيض ولكن في المدن أو في الولايات التي لا يوجد فيها تنوع لأن يحصل تضارب التضارب سيحصل كما نرى الآن أمام مراكز الاقتراع في الولايات المتأرجحة فيبدو أن الموضوع هو موضوع محدود وأعتقد أنه ينحسر لو تمت الموافقة على النتائج لو أعلن حاكم كل ولاية النتائج الصادرة عن ولايته قد يكون هناك تراجع لأن الموضوع ينتقل حين ذاك إلى المحاكم ولا يعود هناك فائدة للشارع في الوقت الحالي أعتقد أن رئيس ترامب يحاول تحريد الشارع الموالي له يعني للضغط على مراكز عد الأصوات لثنيها عن عد الأصوات ولكن أعتقد أن في الأيام المقبلة عندما تنحسر عملية أو عندما تنتهي عملية عد الأصوات أعتقد أن الشارع لا يفيد وإن تحول الموضوع إلى القضاة والمحامين لا أعتقد أن الشارع يصبح جزء من هذه اللعبة هل تتوقع بأن التوتر الموجود على الأرض الآن أن يمتد ليشمل ربما انضمام مجموعات غاضبة من أداء ترامب بمرحلة معينة مثل ربما أن يشمل الأمريكيين من أصول إفريقية ربما للانضمام إلى المواجهات في الشارع هل هناك مخاوث من هكذا سيناريو محتمل؟ يعني مشاركة هذه المجموعات يعتمد على ما يحصل في تطور الانتخابات إن انتهى المطاف بفوز الرئيس ترامب عن طريق المحاكم طبعا لأن المزاج الحالي في الولايات المتحدة الديمقراطيون يشعرون بارتياح ويشعرون أنهم فعلا حققوا فوز بالأصوات في الولايات المتأرجحة هم يعتقدون أنهم سيفوزون بهذه الولايات وهذا ما سمعناه من مسؤولي حملة نائب الرئيس السابق جو بايدن يعتقدون أنهم يفوزون طالما أن الاعتقادات الديمقراطيين أنهم في مصاف الفائزين لم نرى المجموعات مثل الأفارقة الأمريكيين لم نرىهم يخرجون إلى الشوارع لأن هذا انتصار لهم ولا أعتقد أنهم يرغبون في التفريط به والذهاب إلى الشارع ولكن إن تحول هذا لأن الديمقراطيين يرون أن هذا الانتصار لهم إن انقلب هذا الانتصار للترمب أعتقد ساعة ذاك سنرى انسحاب مناصري ترمب من الشارع وسنرى عودة مناصري الديمقراطيين كما تفضلت يمكن من الأفارقة الأمريكيين يمكن من المجموعات التي تلقى على نفسها أسماء يسارية وفوضوية وغير مرتزمة بالحكومات وكل هذه المجموعات ولكن لحسن الحظ أنا أعتقد أن هذه المجموعات هي هامشية ولا أعتقد أنها تمتد إلى عمق الحزبين الديمقراطي والجمهوري قاعدة الحزبين الديمقراطي والجمهوري هي من الوسطيين إما وسطيين يسار أو وسطيين يمين ولكن في نفس الوقت هناك مجموعات صغيرة على الهامش لدى الحزبين هذه انتورطت في أعمال عنف تأمل الحكومات المحلية وأجهزة الشرطة المحلية بالسيطرة على هذه الأعمال وطبعا في الأيام الماضية لاحظنا أن هناك نشاط كثيف لوكلات الاستخبارات الفيدرالية مثل FBI للشرطة المحلية هناك نشاط كثيف لتأمين سلامة هذه الانتخابات ومنع حصول أحداث أشكرك جزيلة شكر كنت معنا من واشنطن حسين عبدالحسين الباحث السياسي نذهب مباشرة إلى البيت الأبيض وتنضم معنا من هناك مرسلة للحدث نادية البلبيسي أهلا بك نادية معنا في حدث اليوم بداية الكثير من التطورات تتوالى الآن أطلعينا على أبرز المستجدات أهلا بك ريتا أولا أريد أن أعتذر عن التأخير لأن هناك إجراءات ألمية مشددة بدخول الصحفيين إلى البيت الأبيض على كل الأحوال أنا أقف هنا هذا المدخل يؤدي إلى مكتب الرئيس في المكتب البيضاوي والرئيس موجود الآن في اجتماع كما عرفت وبالتالي نتوقع ربما لم نسمع من الرئيس منذ إعلان نتائج الانتخابات الغير رسمية التي أعلن فيها الرئيس الفوز وطبعا تحدث عن دعاوى قضائية في أكثر من ولاية وخصوصا في بنسلفينيا وكنا نسمع منه عن طريق التغريدات ليس أكثر لكن الآن نتحدث عن عملية فرز هو سباق بالفعل مع الزمن رغم أنه طبعا بايدن يتقدم إلا أنه وهو كما تعرفين بحاجة إلى ست مقاعد في الكلية الانتخابية أو في المجمع الانتخابي حتى يفوز بالـ 270 صبعا صوت ليكون الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة لكن البيت الأبيض هنا يشعر بثقة بأنه في نهاية اليوم عندما يتم فرز الأصوات في نفادا وفي جورجيا وفي بنسلفينيا الرئيس يمكن أن يبقى هنا في البيت الأبيض حسب العملية الحسابية التي يتحدث عنها على الأقل أو تتحدث عنها حملة الرئيس ترامب الفارق ريتا بين الرئيس وبين جو بايدن في هذه الولايات الثلاثة هو فاصل 4% أو فاصل 2% يعني تصور أديش الرقم صغير جدا والأعطيك ربما صورة عما يجري بالنسبة لعملية الفرز عندما نتحدث عن ولاية مثل نفادا مثلا كان الفارق كبير تقلص الفارق بشكل خصوصا وأيضا في جورجيا يتقلص الفارق لصالح إما الرئيس أو لصالح جو بايدن لصالح جو بايدن في ورية بنسلفينيا كنا نستبعد أن يفوز بها جو بايدن لأن الفرق كان 700 ألف صوت الآن الفرق هو 135 ألف صوت وأريد أن أذكر بأنه في الدول الديمقراطية 100 صوت يحدث الفارق وممكن للمرشح أن يفوز بالولاية وهذا ما حدث في سيناريو عام 2000 بين ألغور والرئيس بوش كان الفرق بينهما 537 صوت فقط تصور يعني فبالنهاية لذا البيت الأبيض ربما يحرص على عملية إعادة فرز الأصوات في بعض الولايات كما تحدث رودي جولياني محام الرئيس يعني هناك الكثير من المحاور والكثير من الحيثيات التي يمكن أن تعطينا مؤشر على الأقل في نهاية هذا اليوم إذا عرفنا نتائج الانتخابات في جورجرا وفي نفادا هذا يمكن أن يعطينا مؤشر بالفعل إذا كان جو بايدن يستطيع أن يصل إلى هذا الرقم وهو 172 نعم ولكن دعيني أنقل هذا العاجل عن ترامب نفسه عن تويتر يقول بأنه أوقفه التزوير في هذه الانتخابات حسابيا نادية ترامب بحاجة لكل الأصوات في هذه الولايات المتأرجحة الباقية ليستطيع الفوز هل هذا وارد تباعا الآن أنه انتهى ذلك يعني بس عنده يجب أن نعرف النتائج في الولايات المتبقية فقط لا هو وارد يعني في ولايات مثل نوث كارولاينا محسوبة له حتى من؟ على فكرة في عديد من الولايات حتى الآن لا نعرف النتائج الرسمية لكن الرئيس بحاجة إلى كل الولايات التي لم تحسم نتائج الانتخابات حتى الآن ليفوز لأنه الرقم الحسابي صعب بالنسبة له الطريق أسهل بالنسبة لجو بايدن لكنه ليس مستعصى عليه لذا هو يقول ببينسلفينيا مثلا بينسلفينيا لماذا مهمة؟ لأن لديه عشرين صوت وبالتالي يمكن أن تعطي النصر لبايدن إذا فز فيها لكن الرئيس يقول بأنه في البداية يوم الانتخابات كان هو يتقدم لماذا الآن هو يتراجع؟ البيت الأبيض يتهم طبعا البعض خصوصا الديمقراطين في بعض الولايات بالتزوير وبالتلاعب وبأن هناك بعض صندوق الاقتراع أتت بعد إغلاق الصندوق لكن لجان الانتخابات تقول هذا غير صحيح وحتى لو تحدها في المحاكم الفيدرالية وحتى بالمحكمة العليا ربما لا يحدث فرقا كبيرا لكن الذي تغير هو أن بعض هذه الصناديق التي كانت تضم أصوات التي نصوت مبكرا والتصويت عن طريق البريد هي التي تذهب إلى جو بايدن لأن الديمقراطيين يصوتون عبر البريد لذا تأخذ العملية الفرز وقت طويلا لكن ربما تحسم الليلة أو على الأقل نقترب من ليلة الحسم الليلة كما قلت لك إذا بالفعل كان هنا عدد كافي في قلب هذه الموازين لصالح بايدن في بنسلفينيا أو احتفظ بايدن بأريزونا وبنفادا وهو بحاجة إلى ولاية فقط لكي يحسم هذا النصر لكن أريد أن أقول يجب أن نكون حذرين نحن بعيدين حتى الآن عن معرفة من هو الفائز الفائز يعلن عندما يكون هناك مصادقة عليه عندما تتحدث اللجان بأنه بالفعل هذا المرشح سواء كان الرئيس أو جو بايدن أمن النصب القانوني وهو 272 صلو طيب نادية كيف يمكن أن يترجم الخلاف بين حكام الولايات ومجالسها التشريعية بظهور النتيجة تحديدا هو لا يوجد خلاف لأنه بالنهاية هناك أسس قانونية لكل ولاية وبالتالي لا يمكن تجاوز هذه الأسس الديمقراطية والقانونية ولا حتى الرئيس يمكن أن يعلن الفوز وهنا كان الانتقاد له وحتى وضع ربما تحذير إلى جانب التغريدة عندما قال بأننا فزنا في هذه الانتخابات لا يوجد هناك خلاف لكن الخلاف هو بأن البيت الأبيض أو حملة الرئيس لو أريد أن أقول للبيت الأبيض لأنه قانونيا الرئيس يجب أن يفصل بينه كمرشح بين نفسي كمرشح وبينه كرئيس وبعض القوانين الأمريكية واضحة جدا حتى نادية فقط دعيني أستضع طالما أنه لا يحق للرئيس بذلك على أي أساس قال بأنه لنقبل الأصوات التي وصلت من بعد وأنه حقق فوز في بنسلفانيا على أساس بأن الرئيس يعتبر بأن التصويت عن طريق البريد دوما هو مفتوح لعملية التلاعب أو ربما إرسال هذه البطاقات البريدية لشخص مرتين وبالتالي إذا كنا نستمع حتى إلى الحملات الانتخابية إلى خطاب الرئيس قبل التصويت وقبل فرز الأصوات كان دوما هو ضد التصويت عن طريق البريد لأنه يرى بأنه هو بصالح الديمقراطيين لماذا هو بصالح الديمقراطيين؟ أولا لأنه هناك الأقليات والطبقات العاملة والطبقات المتوسطة التي تصوت للديمقراطيين هي لا تصوت عادة في يوم الانتخابات بهذا الشكل الكثيف لأنه يوم الانتخابات لا يعتبر عطلة في الولايات المتحدة على غير الديمقراطيات الغربية مثلا لذا العامل يفضل أن يذهب إلى عمله وأن يكسب قوته بدلا من أن يقف في طوابير طويلة ليعطي صوته لهذا المرشح أو ذاك لذا أليت التصويت على البعد دائما أو عن طريق البريد طبعا دائما في صالح الديمقراطيين لذا الرئيس كان يقول من البداية هناك غش لكن حتى الآن لا أحدا يتحدث لا اللجان سواء كانت في ولاد ديمقراطية أو جمهورية عن عمليات تزييف أو غش أو البعض بالعكس يرى بأن هذا خطاب سياسي يريد أن يموه الأمور لتصبح الولايات المتحدة شبيهة بدول العالم الثالث وهذا غير صحيح يعني هناك أسس واضحة جدا وبالنهاية الذي يقرر هذه الانتخابات هي الناخب الأمريكي صناديق الاقتراع ولن تحسم هذه الانتخابات إلا بعد طبعا الفرز لآخر الصوت والمصادقة عليها من كل ولاية ونحن ننتظر النتائج في أربع أو خمس ولايات حتى الليلة على الأقل شكرا جزيلا لك كنت معنا من أمام البيت الأبيض مراسلة الحدث ناديا البلبيسي من القاهرة ينضم إلينا الدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية أهلا بك دكتور معنا في حدث اليوم حول القضايا الخارجية لأعتمدتها إدارة الرئيس ترامب الرئيس فرض مقاربة جديدة تقريبا بكل الملفات إن كان مع الاتحاد الأوروبي أو حتى الصين أو حتى إيران والشرق الأوسط ليه أبدأ بمثلا الاتحاد الأوروبي أولا بما يتعلق بالحلفاء الأوروبيون ضغط كثيرا من أجل زيادة مساهمتهم المالية في النيتو والاهتمام بالأمن حتى يقال أن بروكسل وبقية العواصم الأوروبية كانت تنتظر نهاية فترته الرئاسية هل نحن الآن بصدد مقاربة مختلفة بولاية ترامب الثانية أو بحال مقاربة جديدة مع إدارة ديمقراطية لبايدن وبالتأكيد طبعا الرئيس ترامب أما أضرب العلاقات الأمريكية الأوروبية في مضمونها وفي مختلف قضاياها ليس فقط في إطار حلف الأطلانتيكا متعلمي هو طالب بضرورة أن يدفع الأوروبيين سمن الدفاع عنهم في نطاق حلف الأطلانتي وفي نطاق ما يعرف بالأمن الأوروبي ومناطق التماس بالستراتيجية وفرض معادلة غريبة في مسار العلاقات الأوروبية الأمريكية محورها هو حسابات المكسب والخسارة والنفق والتكلفة والعائد هذا هو جوهر ما تعامل به الرئيس الأمريكي مع الأوروبيين وبالتالي أصبحت قضية الأمن الأوروبي وقضية الدفاع عن أوروبا هي مهمة أوروبية بالأساس وليست أمريكية وإذا توفر هذا المنطلق فإنه بطبيعة الحال على الأوروبيين أن يدخلوا في شراكة مالية وقتصادية واستراتيجية وهو ما أدى به العلاقات الأمريكية الأوروبية إلى مرحلة تجازب وتباين في كثير من الرؤى امتدت من الملف النووي الإيراني إلى العلاقة مع القوى الأسيوية إلى التجمعات الأوروبية الفرعية التي هي الإقتصادية ثم في مصار العلاقات السنائية اليوم الأمر مختلف أعتقد ستبنى علاقات مع بايدن إذا وصل إلى البيت الأبيض مختلفة تماما هو يعيد منظومة العلاقات كما تعلمي وفق برنامج الديمقراطيين على أسس مختلفة قائمة على فكرة المصالح المشتركة والفوائد المتبدلة لكن أعتقد أيضا ستتم مراجعة هذه العلاقات وفق المصالح الأمريكية جديدة لكن لن تكون بطبيعة الحال مثلما طالب الرئيس ترامب في مراحل معين أعتقد أن الأوروبيين يرحبون بطبيعة الحال بالتعامل مع إدارة جديدة وليس الدخول في أي منعطفات مع إدارة الرئيس ترامب إذا استمر لولاية ثانية تفضل بموضوع الصين ترامب حاول جاهدا أن تخفيف الاعتماد على البضائع الصينية من أجل تحفيز الصناعة الأمريكية وخاض معركة شهيرة ضد هواوي واتهم بكين بسرقة الاختراعات الأمريكية والابتكارات الأمريكية واتهم الصين أيضا بالتسبب بجائحة كورونا حتى ذهب به الأمر لوصف فيروس كورونا بأنه فيروس الصيني كيف سيكون شكل العلاقة مع الصين في المرحلة المقبلة هل سيكون هناك اختلاف عما سبقه بالنسبة لي طبعا ترامب ترامب طبعا حقق نجاحات كبيرة للأمانة الأكاديمية أن نقول أنه دخل في مواجهة مع الصين من أجل المصالح الأمريكية وبالفعل كما تكرمتي هو دخل في إطار معارف باسم الحروب الحرب التجارية والرسوم الجمروجية وجزء منه مرتبط به يعني القطاعات الاقتصادية والتنموية ومراجعة الاتفاقيات وغيره لكنه أنجز كثير في إطار تصويب مصار العلاقات التجارية بين البلدين لكن في مرحلة كورونا وما تلاقي الأمر تغير تماما وصلنا إلى حافة الهاوية هو حاول أن يوصل العلاقة إلى هذا متهم طبعا الصين بأنها كانت وراء كورونا ودخل في مرحلة تجازب كبيرة لكن الصين هم الصين يعني الصين أو أيضا نجاحات كبيرة هو بالفعل إذا كان نقرأ الصورة من جانبها فهو إذا كان موضوع الرسوم الجمروجية حسن والاتفاقيات بعضها طم تصويب مصارهم لكن هو طالب بشيء غريب من مباما عجب في العلاقات الدولية أن يدفع الصين حوالي 140 مليار دولار لمحاولة إعادة تشغيل الخطوط وغيره هذه أمور غريبة ومسيرة وبالتالي الصين لم يستمعوا لنقطة من أول السطر الصين ربما سيكون لها مصار آخر مع البيت الأبيض مع الرئيس بايدن إذا وصل المرشح بايدن إلى السلطة هو بيطالب بايدن أن تكون الكوى الكبرى الاقتصادية زي اليابان زي الاتحاد الأوروبي ومجموعة الأسيان أن تكون شريكة في المواجهة مع الصين يعني هو أيضا يساعد لكنه يطالب بدور أكبر للقوى الاقتصادية الكبرى لمحاولة محاصرة وتحجيم الصين في نطاقها ماذا عن الشرق الأوسط كيف سيتأثر بهذه الانتخابات لنتحدث بداية عن طهران ترامب ألغى الاتفاق النووي وفرض عقوبات اقتصادية مشددة أو خنق فيها موارد النظام الإيراني ولكن مع قرب نهاية فترته الرئاسية تحدث عن اتفاق جديد نووي مع إيران بحال فوز بايدن في هذه الانتخابات كيف سيكون تعامل مع إيران هل سيكون عودة لسياسات أوباما أي إعادة الاتفاق النووي السابق؟ أم أن بايدن سيفرد تفكير جديد فيما يتعلق مع إيران؟ إيران بالنسبة لبايدن سيتعامل معها بوفق الاتفاق النووي القديم ربما يضيف ملحقا لها وأحد مهندسي الاتفاق وبالتالي هو لديه رؤية قد تبدو إيجابية في شكلها وفي إطارها أنه سيقيم علاقات مع إيران سيعد الاتفاق وفق يعني لن يعيد الاتفاق بصورة مباشرة كما تصور البعض هو طرح في أفكار مختلفة منها إضافة مسودة إضافة ملحق لكن سيكون الأمر مختلف في إطار علاقة أكثر وضوحا مع إيران وجزء منها التعامل مع إيران كطرف في المنظومة الإقليمية لكن النووي في هذا لن يعيد شكل الاتفاق بكامل والأمور تغيرت منذ توقيع الاتفاق وبالتالي سيضيف ملحق إضافي لهذا لكن عودته للاتفاق القديم لن يكون بالصورة الأوتوماتيكية وبالتالي أعتقد أن نغبة واشنطن التي تدير المشهد على الحزب الديمقراطي ستصيغ علاقة مع إيران قائمة على محاولة محاصرة إيران يعني ليس الأمر بهذه الصورة لأنه كما تعلم نغبة واشنطن وهي التي تدير أسس السياسة الخارجية أيضا معظمها وجوه نعلمها جيدا في المنطقة العربية وهي مجموعة اختبرناها في إدارة أوباما وهي التي ستصدر المشهد بالمناسبة فيه إذا وصل بايدن للسلطة وبالتالي رأيهم في إيران أنها أيضا خطر لكن خطر يمكن محاصرته وتطويقه بالاتفاق نووي لكن لن يكون اتفاق نووي جديد إنما سيكون ملحق أو بنود ملحقة بالاتفاق القديم طيب دكتور ماذا عن سوريا؟ بزمن أوباما بايدن السابق تحدث أوباما عن رحيل النظام السوري وأنشأ مجموعات دعم للشعب السوري ولكن برئاسته الثانية ترك سوريا كلها لروسيا وساعدت روسيا النظام بالعودة لاستعادة سيطرته على عدة مناطق في سوريا ما هي خيارات بايدن الآن؟ الاستمرار مع قانون قيصر وانتظار نتائج العقوبات حتى يعود النظام إلى طاولة المفاوضات أم سيتكون هناك مقاربة مختلفة تماما؟ ستكون مقاربة ربما مختلفة في تقديري على ما قامت به إدارة ترامب لأن القضية ليست في انتظار نتائج قانون قيصر أو محاولة الانتظار تفعيل العقوبات أخطأ ترامب في التعامل مع الملف السوري والملف الليبي حينما تركوا للجانب الروسي وطبعا في إطار المقيدة السياسية في إطار العلاقات الدولية دخل الترافين يعني في محاولة ترك هذا الملف مقابل ملف آخر تعلمي أن الأمريكان تركوا لروسيا من تقرر وضع سوريا وفي إطار طبعا مقيدة دولية مقابل ملف عملية السلام في الشرق الأوسط الأمر سيختلف مع بايدن تماما هو سيدخل في مقاربة جديدة تعيد التأكيد الأمريكي في هذا الملف وملفات أخرى مرتبطة بالإقليم ولن يتبع فكرة المقيدة أو التسجيل المشهد يعني أن يكون طرف في المعادلة بالعكس سيكون لديه رؤية مختلفة تماما أعتقد ستجاوز فكرة العقوبات أو إعادة تعويم النظام السوري في دائرة الراهنة أشكرك جزيلا شكر كنت معنا من القاهرة دكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية حدث اليوم مستمر معكم وفيه أيضا فرنسا تتأهب على الحدود وتضاعف عدد قواتها الأمنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية الآن نتصراحة المجموعة اللي موجودة في طراقس إبارة عن ناشة تابعين لتركيا هل يمكن القول اليوم أن كل هذه الميليشيا تأثمر من حكومة الوفاق؟ إدارة ترى بأن الحل في ليبيا هو سياسي بإمتياز من الذي يؤيد حكومة الوفاق في ليبيا؟ لا أحد هذا الصراع الليبي كان صراع محلي ثم ارتفع لليصبح صراع إقليمي ثم ارتفع لليصبح صراع دولي على مستوى القوة الأعظم تركيا تشعر أنها لم تحقق شيئا باعتبار أن الهدف الأساسي للوصول إلى منابع مصر بسيغة الجفرة ده أمر بالنسبة لها خطع إذا فرض علينا القتال وفرض علينا التحق كل الخيارات بمثبت بلي للذين نطروح مصر وضعت الكرة في ملعب حكومة الوفاق وملعب تركيا هل يجوز الاستمرار في التعويل على أي دور أممي؟ تصنفر أن هناك شعية المال الصراش تحمى من قبل مرتزقة أو تعمل من قبل الهدي لماذا يريد الأمريكيون من أردغان عبر الورقة الليبية؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أحييكم من جديد قال الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون أن بلاده ستعزز الضوابط على الحدود بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية التي ضربت البلاد في الأسبوع الأخيرة وقال ماكرون خلال زيارة إلى مركز حدودي على الحدود مع إسبانيا أن عدد أفراد الشرطة والجيش المسؤولين عن مراقبة الحدود سيتضاعف من 2400 الآن إلى 4800 وأضاف أنهم سيركزون على محاربة الهجرة غير الشرعية ونشاطات التهريب وتابع ماكرون قائلا أنه يرى بوضوح شديد أن الأعمال الإرهابية يمكن أن يقودها بعض الأشخاص عبر الهجرة وأن ذلك يتطلب تعزيز الضوابط لأسباب تتعلق بالأمن القومي وستقدم فرنسا مقترحاتها لتعزيز الأمن في قمة أوروبية ستعقد في ديسمبر المقبل وضف ماكرون أنه سيدفع من أجل إجراء تغييرات لجعل الضوابط على الحدود الخارجية للإتحاد الأوروبي أكثر كفاءة مشيرا إلى أن الهجمات في فرنسا والنمسا قبل أيام قليلة تظهر أن الخطر الإرهابي موجود في كل مكان وأن الشبكات الإرهابية عالمية ما يجبر أوروبا على تكثيف ردها أنا أؤيد المبادرات المطروحة بخصوص حماية حدودنا الأوروبية المشتركة وبهذا المعنى سأقدم المقترحات الأولى إلى مجلس ديسمبر وذلك بأن نقوم بإصلاح شينغان بعمق لإعادة التفكير في تنظيمه وذلك من أجل تكثيف حماية حدودنا المشتركة مع شرطة أمنية حقيقية على الحدود الخارجية ضمن هذا الفضاء وذلك من خلال تعزيز التكامل قواعدنا وأيضا من خلال النجاح في بناء عمل مشترك لوزرائنا المسؤولين عن الداخلية والأمن بحيث تعمل أوروبا بطريقة أكثر تكاملا حول هذا الموضوع من باريس ينضم إلينا الدكتور نيضال شئير صحفي ومحلل سياسي أهلا بك دكتور معنا في حدث اليوم يداية فرنسا تشدد الرقابة على حدودها البرية مع دول الاتحاد الأوروبي ماكرون يتحدث عن تطوير اتفاقية شنغن ما الذي يعني هذا؟ هل نحن أمام إعادة الحدود بين الدول الأوروبية؟ مرحبا بكي لا أبدا أكيد نحن نعرف اتفاقية شنغن التي دخلت عام 95 قيد التنفيذ وهي من أساسيات الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تعدل لكن الرسالة التي أراد أن يصلها الرئيس ماكرون هي حماية الأمن القومي الأوروبي نحن نعرف أن هذه الخطوة هي خطوة رمزية لأن مهما كثفت فرنسا من حماية الحدود أو مراقبة الحدود فالحدود الفرنسية مع دول الشنغن هو عامل هامشي الأهم من هذا هو حماية الحدود حدود بلاد منطقة شنغن من الخارج لأنه كما تعرفين الخطر الذي يهدد الأمن القومي الأوروبي وخاصة بعض الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها هو خطر يأتي خارجي عبر بعض المهاجرين غير الشرعيين بالإضافة إلى خطر داخلي عبر جماعات متطرفة من الداخل فبالتالي الرئيس ماكرون يريد ضمانات لتشديد الرقابة أكثر على حدود منطقة الشنغن وذلك للحد من دخول المتطرفين إلى أوروبا ليس كل الهجمات التي تم تنفيذها إن كان في فرنسا أو دول أوروبية أتت من دول أخرى ليس كلها ولكن بعضها تم كذلك ولكن بعدد أقل فقط أود أن أفهم التفكير الفرنسي مما هو مطلوب لماذا يطلب الآن تعديل اتفاقيات شنغن؟ كما ذكرت لك الأمن القومي الأوروبي إذا نحكي فقط هنا في فرنسا ضرب مرتين مرة من الداخل ومتطرف إسلامي هو في الداخل فرنسا وليس مهاجر وفي المرة الثانية جاء من خلال مهاجر تسلل إلى فرنسا من إيطاليا هو مهاجر غير شرعي صحيح نحن نعرف أيضا أن هناك تحديات كبيرة نعم بالضبط هناك تحديات كبيرة نحن نعرف مثلا إذا نأخذ مثال ليبيا هناك الألاف من المتطرفين الموجودين من ليبيا والذين يمكن أن يدخلوا عبر قوارب الهجرة الغير الشرعية التي تأتي إلى أوروبا وأنت تعرف حرية الحركة في أوروبا إذا دخل أي متطرف إلى أي مكان يمكن أن يصل إلى أي دولة وأن يستهدف من يريد من هنا أسأل ما المطلوب تعديله باتفاقية شنغن؟ هل نحن بوارد العودة للحدود الوطنية في أوروبا؟ لا أعتقد لكن يجب يكون هناك نوع من التشديد أكثر لأن التحديات الأمنية حاليا هي أكبر بكثير مما كانت عليه عام 1995 هذه ليست المرة الأولى ليست الرئيس ماكرون فقط هو من طالب بتعديل أو إدخال تعديلات إلى منطقة الشنغن كما تذكرين الرئيس نيكولاس ساركوزي هو عنده تدفق اللاجئين الكبير خاصة بعد الأزمة السورية فهو طالب حتى طالب وهدد بتجميد اتفاقية شنغن في حال وهذا توافق دول الاتحاد الأوروبي هل ستوافق دول الاتحاد على تعديل اتفاقية شنغن أو إعادة التفاوض حتى حولها يعني أعتقد من منظور أمني من منظور أمني من مصلحة الدول الأوروبية أن تتفق على إجراءات أمنية جديدة لمكافحات يعني نحن نعرف أن المشكلة ليست مع المهاجرين وقد أكد هذا يعني وزير الخارجية الفرنسي المشكلة هم مع المتطرفين يعني الذين يتسللون مع المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا وهو خطر خطر كبير يعني أعطيتك مثل بسيط يعني هناك في ليبيا قبالة فقط قبالة السواحة الأوروبية هناك الألاف من مقاتلي داعش ممكن أن يتسللوا بسهولة فبالتالي على الدول الأوروبية ومنظور أمني ولحماية أمنها القومي أن تتخذ إجراءات أكثر يعني مشددة أكثر لحماية حدودها من دخول متطرفين نحن نعرف يعني هؤلاء المتطرفين هنا أسأل يعني قاموا بعمليات كبيرة ماذا عن اتفاقية دابلين الخاصة باللاجئين يعني هناك دول أوروبية تنتهي كذلك الاتفاقية ولا تنفذها بشفافية أنا أتحدث عن إيطاليا وإسبانيا ودول أوروبا الشرقية يعني حتى يعني كما تعلمين يعني فيما يخص اللاجئين هناك انقسام في أوروبا وحتى هناك خلاف نعني تعرف أن نسبة تقاسم اللاجئين هي مشكلة من المشكلات الكبيرة التي تواجه أوروبا لأنه كما تعلمين يعني المشكلة مع المهاجرين غير الشرعيين هم يدخلون إلى دول بعينها يعني نحن نتحدث أكثر عن اليونان عن إيطاليا ومن هناك يحاولون الوصول إلى دول أخرى فبالتالي أعتقد يعني الاتفاقية الجديدة أو التعديلات الأمنية الجديدة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار توزيع عادل يعني للاجئين ويعني حماية للاجئين بما يعني يراعي اتفاقية دابلن ولكن أيضا من منظور أمن يراعي التحديات الأمنية التي تواجهها أوروبا حاليا طيب دول الاتحاد الأوروبي وخصوصا ألمانيا دكتور أدانت الهجمات الإرهابية ولكنها لم تتفق مع التفكير الفرنسي وتفكير ماكرون تحديدا بشأن مدى ومساحة حرية التعبير وإذا ما كان يجب أن تتضمن ما قد يعتبر إساءة للأديان هل يحاول ماكرون الآن من خلال هذا الطلب الضغط على دول الاتحاد الأوروبي وتحديدا ألمانيا من أجل قبول بوجهة النظر الفرنسية ما يحاول طرحه الرئيس ماكرون هو ليس نوع من الضغط نحن نعرف أنه في أوروبا هناك هامش كبير من الحرية حرية التفكير والاختلافات المضادة حتى بين الدول الأعضاء وليس هناك التقام كامل أو توافق كامل على مختلف الملفات ومنها التعاطي مع الملفات الإرهابية أو الهجرة أو غيرها من الأمور الرئيس ماكرون ينظر هو ينظر بمفهوم أوسع أو بمفهوم آخر للأمن القومي الأوروبي مختلف قليلا عن ألمانيا وهناك أيضا تمايز في هذا الموضوع نحن نعرف مثلا أنه عندما ذهب الرئيس ماكرون للدفاع عن قبرص واليونان فهذا كان منظور أمن قومي أوروبي باعتبارهم أراضي أوروبية وهو ليست نفس وجهة النظر الألمانية على الرغم من أن ألمانيا أبدت استعدادها لدعم هاتين الدولتين ما يريده ماكرون حاليا هو وهاجس الرئيس ماكرون هو الأمن القومي الأوروبي وبالتالي هو يحاول أن يصوق هذه الفكرة وأن يطرح هذه الفكرة على نظراء الأوروبيين وخاصة على ألمانيا لما لها من ثقل وخاصة أنها حاليا ترأس المجلس الأوروبي أشكرك جزيلا شكر كنت معنا من باريس دكتور نيضال شئير الصحفي والمحلل السياسي إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام الساعة الأولى من حدث اليوم طبعا المزيد من المواضيع في الساعة الثانية ندعوكم لألبقاء ومتابعة الانتخابات الأمريكية ونتائج من مختلف الولايات لمعرفة من الرابح ومن سيكون ساكن البيت الأبيض للأعوام الأبعاء المقبلة إلى اللقاء بدأت الإصابات تقترب من المليون الثاني هناك تمديد طبعا لمنع التجوال أيضا في كثير من المناطق نحن مقبلون على دروة الإصابة بفيروس كورونا الأسبوع المقبل بالمقابل إذا انخفضت في الوثيات يعلو في عدد الإصابات نحن نصف الحالات عمليا لم تتجاوز عمارهم الخامسة والأربعين مستشفى سيدة لبنان بصدد الإغلاق التام هناك مبادرات فردية من بعض منظمات المجتمع المدني أنا أرى عمليات الأحصاء وكيفية إحصاء الوفيات ملايين من الذين أصيبوا بهذا الفيروس لكنهم لم يتصروا بالسلطات الصحية ماذا يعني مثل هكذا توصل؟ يتواصل سباق ما يسمى باللقاحات الواعدة في نظرية تقول أنه مستحيل إيجاد لقاح تقنية تعتمد على التسلسل الجيني على ذوارد باعتقادك طبيا في ظل عدم وجود لقاح هناك 440 دراسة حول العالم فقط أربع دراسات عربية ما نسمحه الآن هو التسبيق بالتواقم القبضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر منذ سنوات أجواء أصبح يسودها التوتر تسكنها الفوضى وتحكمها العشوائية سنوات تركت آثارا ستبقى طويلا في الزاكرة نحن في قلب الحدث وجزء منه نعيش الخبر وننقله كما هو البداية كانت حدثا هو الأضخم في العقود الأخيرة الانطلاقة كانت حدثا هو الأسرع في تاريخ شبكات الأخبار العربية كيف أصبحنا الحدث؟ ببساطة كنا هناك أين كان الحدث؟ أينما كان وقت ما كان كنا فعليا هناك على الأرض في موقع لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة لأننا ننفرد بالوجود في بس إخباري متفقر لأربع وعشرين ساعة لأننا نطرح الأسئلة الأدق للحصول على إجابات أكثر دقة أصبحنا الحدث الشرطة تواجه مجموعات تعمل على التخريب مهمة تبدأ ولا تنتهي رحلة بحث في مكان غاب عنه الأمان مولد فيه الرعب عن صور كانت ملونة خفتت بالذاكرة أو على الجدران عن ضحايا للغدر سقط لم يغني عنهم فرار ولم تظهر خفع أخواتي للإنزخار بس وإدهمك الخوفي كله عأمي وغي أهلا بكم إلى الساعة الثانية من برنامج حدث اليوم والذي نصلت فيه الضوء على أبرز الأحداث لهذا اليوم قصاتنا الأولى من الأجواء الصدمية للانتخابات الأمريكية وفي تفاصيلها بايدن يقترب من عتبت البيت الأبيض ست أصوات حاسمة تفصيله عن الفوز بالرئاسة وأجواء توتر تسود بعض الولايات قصتنا الثانية أمريكية أيضا وفي تفاصيلها حملة المرشحة الجمهوري تستعد لمعركة طويلة في المحكمة العليا ترامب يطالب بوقف عد الأصوات ويرفض احتساب المتأخرة منها قصتنا الثالثة من باريس وكان في تفاصيلها فرنسا تشدد إجراءاتها الأمنية على الحدود لمنع عبور اللاجئين وماكرون يقدم مبادرة لتغيير نظام رقابة الدول الشركة قصتنا الرابعة من ليبيا وفي تفاصيلها طرفاء الأزمة يجتمعان في المغرب لحسم اتفاق المناصب السيادية والقاهرة تبحث مع وزير داخلية الوفاق ملفا متطرفين اشتركوا في القناة تحول السباق الأمريكي نحو الرئاسة إلى سباق نحو محاكمها من قبل حملتي المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن بسبب أزمة أصوات البريد وتمديد أيام فرزها حملة ترامب تقاتل للإبقاء على فرصه في الفوز فطلبت بإعادة فرز الأصوات في ويسكنسن ورفعت دعوة قضائية في ميشيغين وبنسلفانيا ولوقف أحصاء الأصوات كما رفعت حملة ترامب كذلك دعوة في جورجيا للمطالبة بفصل أصوات أحدى المقاطعات بعد أن وصلت أصواتها متأخرة طلبت الحملة كذلك من المحكمة العليا السماحة لترامب بالاندمام إلى دعوة رفعها جمهوريون في بنسلفانيا بشأن ما إذا كان يحق للولاية قبول الأصوات التي تأخر وصولها وفي مجملها تبدو مناورات ترامب مسعى منه للطعن في نتائج انتخابات لم تحسن بعد يومين من توجه عشرات الملايين من الأمريكيين إلى مراكز الاقتراع موسيقى بعد مرور يومين على انتهاء الاقتراع في الانتخابات الأمريكية لم يتم الكشف عن اسم الفائز في سباق الرئاسة ويعود ذلك إلى العدد غير المسبوك من الأصوات عبر البريد في هذه الانتخابات في عدد من الولايات الرئيسية المتأرجحة لسيما بنسلفانيا التي يستمر فرز الأصوات فيها حتى الجمعة وفقا لقرار المحكمة العليا الأمر الذي جعل حالة الاستقطاب بين الجانبين تصل إلى حد التراشق والاتهام بالتزوير وبدء تنظيم دعاوى قضائية فما تأثير المحاكم الأمريكية بالانتخابات الرئاسية وما هي السيناريوهات التي يترتب عليها نقل ملف الانتخابات إلى القضاء لحسم الخلاف ترجمة نانسي قنقر الارتفاع المطرد في عدد الدعاوى القضائية التي يرفعها الجمهوريون والديمقراطيون عبر المحاكم المختلفة دفع المحامين الديمقراطيين إلى سلوك نهج مختلف عن المعتاد من خلال تجنب التقادي وفق القوانين الفيدرالية واللجوء إلى دستور الولاية فوفقا للدستور فأن كل ولاية من الولايات الخمسين هي التي تحكم جميع جوانب العملية الانتخابية بما في ذلك أهلية الناخبين للتصويت وموقع أيضا وساعات عملية الاقتراع وأعضاء الهيئة الانتخابية كما حدد الكونغرس أيضا ضرورة وجود أهلية لكل ولاية لحل أي نزاع قد ينشأ في المعركة الانتخابية وهذا يقود هنا لأن تصبح بذلك محاكم تلك الولايات ساحة للمعارك القانونية وبالتالي تبدأ الطعون الانتخابية وتنتهي غالبا فيها وهنا يجب على المرشح الذي يريد الطعن في نتيجة الانتخابات في أي ولاية أن يحدد أولا نص قانون الولاية الذي انتهك من خلال الانتخابات ولهذا فإن القرار النهائي في الطعن الانتخابي تقرره المحكمة العليا للولاية وفيما يخص دور المحاكم الفيدرالية فإنها تختص فيما يتعلق بحقوق التصويت والحقوق الدستورية يعني إذا اشتكى الخصم أن قرار محكمة محكمة الولاية انتهك الدستور وهنا نستذكر تدخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن لإنهاء نزاع قانوني بين جورج بوش وألغور بعد اتهام حملة بوش في فلوريدا بانتهاك حق دستوري فيدرالي وهنا نسأل عن من يهيمن على المحاكم الفيدرالية حاليا يسيطر الجمهوريون على معظم المحاكم الفيدرالية محاكم الاستئناف الفيدرالية خاصة بعد ما عين ترامب أكثر من 25% من قضاة الاستئناف الفيدراليين كما يسيطر أيضا التيار المحافظ على أغلبية أعضاء المحكمة العليا الفيدرالية الأمريكية بعد تعيين القاضية إيمي كوني باريت ليصبح عدد القضاة المحافظين بالنسبة 6 إلى 3 مقابل الليبراليين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ينضم إلينا من واشنطن المختص في شؤون العلاقات الدولية ناصر فياد أهلا بك معنا في حدث اليوم بعد بدء الحملتين لترامب وبايدن جمع التبرعات لمعركة القضائية هل بطنا فعلا بهذا التوجه الآن يعني ليس مفاجعا من البداية وخاصة الرئيس ترامب لمح في أكثر من مرة أنه سيلجأ إلى القضاء إذا رأى أنه هناك انتهاك للعملية الانتخابية أو بصراحة إذا كان وسيخسر الانتخابات وقالها مرتين في آخر حملة انتخابية أنه سننتصر بأرقامنا أو بالمحكمة الدستورية السوبريم كونت وعلق على هذا الموضوع الكثيرون موضوع الاتجاء للمحاكم في القضايا الانتخابية هو شائع جدا في أمريكا قد لا يكون معروفا لكثير من الناس لأنه في أكثر المرات ينحصر في الحملات الانتخابية المحلية وليس في الرئاسية ولكن هناك سواب في هذا الموضوع ولكن ليس كما حالة الاستقطاب هذه سيد ناصر يعني طبعا في حالة الاستقطاب هذه موضوع اللجوء إلى المحاكم له عدة أبعاد وفيه له بعض الأبعاد الخطرة وأهم الأبعاد الخطرة له أنه الانقسام العمودي والتوتر الكبير الموجود اليوم في الشارع كلما طالت الفترة فترة الانتظار من سيربح وكلما خرجت هذه الأمور إلى المحاكم كلما زادت توتر كما نعرف في عام 2000 يعني العملية في المحكمة الدستورية أخذت حوالي 35 يوم يعني أكثر من شهر وكانت في فلوريدا بس صحيح لانما الآن الرئيس ترامب يقول أنه سيحاكم سيقاضي في أكثر من الأمكان كل الظروف مختلفة يعني كما هو معروف بداية بميزان القوى داخل المحكمة العليا يمين لمصلحة المحافظين خصوصا بعد أن أصر الرئيس ترامب على تعيين القادية بارت هل ستكون المعركة قضائية بحتة أم ستتدخل فيها السياسات والاعتبارات السياسية وأهواء القضاة أيضا؟ طبعا يعني اليوم من عندنا ستة ضد ثلاثة هو ما يشجع الرئيس ترامب إلى أن يذهب في هذا الاتجاه ولكن علينا أن نعرف يعني أيضا أن هؤلاء القضاة هم قضاة يعني ولو كانوا قد عينوا من قبل رئيس معين عليهم أن يحكموا بأكثر تجرد ممكن لأنهم إذا أصدروا قرارا اليوم هو يصبح قرار البلاد كاملة وسيطبق كما على الجمهوريين أو للجمهوريين اليوم قد يطبق ضدهم مع الديمقراطيين في مرة أخرى فليس من الضرورة أن هؤلاء القضاة سيحكموا إذا لم يجدوا هناك خلفية قانونية صلبة لدعاية الرئيس كما وأن المحكمة العليا لا تستلم لا تقبل كل القضايا فكثير من هذه القضايا ممكن أن تذهب هناك ولكن المحكمة الدستورية العليا ترفض أن تقبلها وتعتبر أن ما جرح في الوليات ولكن استفسار قانوني بسيط لا يوجد سابقة قانونية يتم الاعتماد عليها أو ممكن أن تشكل أرضية تلجأ إليها المحكمة العليا للبات بطعون مثل هذا حول الأصوات عبر البريد تحديدا على ماذا ستعتمد بحكمها؟ يعني السيستم الأمريكي الأنجلو ساكسوني هو سيستم السوابق القانونية يعني المحكمة تتعامل مع السوابق القانونية كل مر ويعني بايدا واي المحكمة الدستورية العليا لا تقبل قضايا إلا إذا كانت هذه القضايا هي السوابق القانونية يعني هي السابقة هي حدث لم يحصل قبلا في الولايات المتحدة في القضاء لذلك عليهم أن يبتوا فيه ليصبح سابقة في القانون الأمريكي لذلك من الطبيعي أن إذا كان هناك أي أمر لم يحصل في السابق وله أهمية كثيرة في هذه الانتخابات قد يقبلونها ولكن كما ذكرت ليس بالضرورة أن كل القضايا ستقبل في المحكمة الدستورية العليا وهنا هناك أريد أن أشير لشغلة مهمة جدا أنه من الخطأ أحيانا على المرشح أن يختار عدة قضايا ويذهب بها إلى المحاكم وهذا ما تدركته حملة بوش عام 2000 لأنه بالنتيجة إذا نحن قلنا أن هناك خطأ معين هنا وقلنا النقيد في مكان تاني عندما تذهب هذه إلى المحاكمة سيد ناصر أعتدر عن المقاطعة ولكن يجب أن نذهب لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي لولاية نيفادا على ما أعتقد من ديسمبر يمكن لهؤلاء الناخبين تصحيح هذه التوقعات وفي تلك الليلة سنكون متواجدين حتى ننجز العمل وندخل البيانات إلى النظام الإلكتروني بهذه المعلومات آمل أنني أوضحت الكثير من الأسئلة ونحن نتوقع أن يكون لدينا مجمل بطاقات الاقتراع البريدية التي تم تلقيها بحلول يوم السبت أو يوم الأحد وهذه البطاقات التي تم إيصالها عبر مصلحة البريد سوف يتم فرزها واحتسابها ونتوقع أنه بحلول يومي السبت والأحد سوف نكمل هذه العملية ولن تستكمل العملية إلا بحلول تاريخ الثاني عشر من نوفمبر ولدي وقت وجيز للإجابة على سيلتك تفضلي ردي هو أننا لسنا على علم بشأن أي بطاقات اقتراع غير قانونية تم احتسابها ليس بطريقة مباشرة على حد علم أعتقد أنه من الأهمية بما كان أن يفهم الجميع أن البطاقات البريدية تم إرسالها بإحجام غير مسبوقة بسبب جائحة كوفيد وبالتالي فإن العملية بطيئة عملية فرز الأصوات ونحن نريد أن نتحقق من أن الناخبة لم يصوت مرتين وبالتالي نقوم بمسح بطاقات الاقتراع بجهاز المسح حتى نتعكد من وجود بطاقة انتخاب واحدة لكل ناخب ونحن سوف نحدث المعلومات التي يتم تحميلها على موقعنا الإلكتروني ونريد أن نتعكد بأن النظام التلقائي سوف يقوم باستبعاد البطاقات الاقتراع المزدوجة نريد أن تكون الأرقام دقيقة والنتائج في نيفادا ستكون مهمة جدا للبلاد وهذا هو هدفنا الأول هذا يتعلق بعملية الفرز برمتها طبعا لقد قمنا بعملية معقدة أعتقد أنني قد أجبت على هذا السؤال لأن هناك الكثير من الخطوات في هذه العملية الخطوة الأولى هي أن نستخدم جهاز ثم نستخدم الطريقة اليدوية وبعد ذلك يتم جدولة البيانات أرجو رفع الصوت حتى سطيع أن أسمع السؤال بوضوح لما قل أن هذه البطاقات قد احتسبت قلت أن المطافي مساعدين لفرز 51 ألف بطاقة اليوم ونتائجها سوف تظهر بحلول الساعة العاشرة من صباح يوم غد أيها السادة والسيدات أرجو رفع الصوت عند طرح السؤال لأنني لا أستطيع أن أسمعكم جيدا في بياني تجدون أرقام محددة بهذا الشعر ليس لدي هذا الرقم الآن لا يسابي وسعي أن أعطيك الرقم لأنني لا يسابي وسعي أن نبهى بالعدد الإجمالي لبطاقات الاقتراع التي تم إرسالها عبر البريد هناك بطاقات اقتراع ندرك أنه يمكن معالجتها إذا نكتفي بهذا القدر من المؤتمر الصحافي أذهب إلى ضيفي من واشنطن المختص في شؤون العلاقات الدولية ناصر فياد سيد ناصر استمعت معنا بأن الأعلان عن فرز جميع الأصوات له سقف سابني يمتد حتى الثاني عشر من نوفمبر هل ستكون معركة طويلة إذن وهل فعلا سنشهد معركة طاحنة بين المرشحين يعني أنا أعتقد أن هذا سيتحدد في اليومين المقبلين لأنه أعتقد أنه في اليومين المقبلين سنعرف تقريبا من الذي ربح الانتخابات لأنه عندنا الآن تقريبا في جورجيا أكثرية الأصوات قد تم فرزها عندنا النفادة وأريزونا هذا الهم الآن أنا أعتقد ويتقدم فيهم الرئيس النائب الرئيس بايدن ولكن الأمور قد تتغير مع الوقت ولكن بين يومين المقبلين سنعرف النتيجة ما سيحصل بعد أن تقريبا أكتري الأطراف تقول أو تؤكد على فوز أحد المرشحين عندها أعتقد أن الوطيس سيحمى في هذا الموضوع وخاصة في موضوع المحاكمات أو تقديم الدعاوة القضياء الآن الكل يعني خاصة الرئيس ترامب أو فريق الرئيس ترامب يتكلم عن الدعاوة القضائية ولكن ليس هناك بد بدعاوة قضائية الآن أعتقد إذا هذا الموضوع سيحصل سيحصل في الأيام القادمة يعني تقريبا من إذا بدك من يوم السبت وفيما بعد للأسف انتهى الوقت أشكرك جزيلا شكر كنت معنا من واشنطن المختص في شؤون العلاقات الدولية ناصر فياض قال المسؤول السابق في المخابرات الأمريكية أن حملة دونالد ترامب سترفع دعوة في ولاية نيفادا بسبب احتساب أصوات غير قانونية في الولاية على حد قوله الحقيقة هي أننا سنقدم هذه الدعوة لحماية الناخبين القانونيين فمن غير المقبول في هذا البلد أن يتم احتساب الأصوات غير القانونية وهذا ما يحدث في ولاية نيفادا لقد حذرنا من أن الديمقراطيين غيروا نظام الانتخابات لقد قدموا لنا بطاقات بردية على الرغم من وجود أمثلة على إرسال آلاف البطاقات عبر هذا الوادي في حاويات القمامة وفي المنازل وصل عدد البطاقات التي تصل إلى كل منزل ثمان عشرة بطاقة كنا نعلم أن هذه العمليات غير نزيهة وتم إخبارنا بأن التوقعات ستنقذنا من الاحتيال ولكن حتى الآن لم نقدر على مراقبة هذه التوقعات نتابع معكم مشاهدين آخر التطورات بشأن التصويت في الولايات الخمس المتباقية وهي بنسلفانيا، كارولاينا الشمالية، جورجيا وألاسكا وأخيراً ولايات نيفادا ففي ولاية بنسلفانيا، التي تتمتع بعشرين مقعداً في المجمع الانتخابي ما زال الرئيس الحالي دونالد ترامب متقدماً على غريمه الديمقراطي جو بايدن فترامب الذي حصل حتى الآن على نصف الأصوات المفروزة فيما بايدن حصد 48.4% ووصلت نسبة الأصوات المفروزة إلى 88% ننتقل إلى ولاية كارولاينا الشمالية حصل فيها ترامب على نصف الأصوات فيما خصمه بايدن حصل على 48.7% من الأصوات التي تم فرزها طبعاً والتي وصلت نسبتها إلى 94% ولاية كارولاينا الشمالية تمتلك 15 مقعداً انتخابياً في المجمع الانتخابي ولاية جورجيا والتي وصلت نسبة فرز الأصوات فيها إلى 99% ما زال ترامب متقدم على بايدن بـ 0.4% حيث حصد ترامب على 49.6% من الأصوات التي تم فرزها فيما حصل بايدن على 49.2% من تلك الأصوات جورجيا كسابقتها ولاية متأرجحة تمتلك 16 مقعداً في المجمع الانتخابي وفي ولاية ألاسكا التي تقع في أقصى الشمال الغربي وتمتلك ثلاثة مقاعد في المجمع الانتخابي يبدو أن ترامب بطريقه للفوز بها خاصة مع الفارق الكبير بينه وبين خصمه بايدن حيث حصل على 62.1% مقابل 33.5% بعد فرز 50% من أصوات المقترعين أما في نيفادا والتي تتجه إليها الأنظار لحسم السباق بمقاعدها الستة التي تمتلكها في المجمع الانتخابي يتقدم المرشحة الديمقراطي جو بايدن بـ 49.3% على الرئيس الحالي دونالد ترامب 48.7% بعد فرز 75% من أصوات المقترعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا السؤال اللي أنا بسأله كل ساعة في الواقع كنا نأمل أن تنتهي هذه الفرز الأصوات في نيفادا على الأقل أو في جورجيا أو في بنسلفينيا الليلة لكن يبدو بأنه بعد هذا المؤتمر الصحفي كما سمعنا من المسؤول الانتخابي بأنه العدس سيستمر حتى عطلة نهاية الأسبوع يعني يوم الأحد القادم فيبدو بأنه قدامنا أيام يعني طويلة هذا على الأقل في نيفادا سنرى في جورجيا النسب متقاربة جدا ولأن النسب متقاربة جدا بعض الولايات تسمح بعد تلقائي أو إعادة فرز تلقائي وطبعا أنه الرئيس لن يقبل هذه النتائج وهو من البداية كان يشكك بها سيطلب إعادة فرز لهذه النتائج إذن هي ربما مشوار شوي طويل قدامنا سنرى طبعا إلا إذا طبعا استطاعت بنسلفينيا أو جورجيا الليلة أن تفرز كل الأصوات وأن تقول بأنه بإمكان جو بايدن أن يعلن الفوز لأنه هذه الأصوات أضيفت له لكن على كل الأحوال سيتم التحدي قضائيا كل هذه النتائج كما قالت حملة الرئيس ترامب الرئيس موجود هنا خلفي في البيت الأبيض في المكتب البيضاوي بدون أدنى شك هناك العديد من السينوريوهات والاستراتيجيات التي تحاول الحملة أن تتبعها الآن حتى تقطع الطريقة على جو بايدن على كل الأحوال حتى لو كان المرشح الديمقراطي بحاجة فقط إلى ستة أصوات لا نستطيع أن نقول بأنه طريقه هي مضمونة مئة بالمئة لأنه بالنهاية هي عملية حسم لهذه الأصوات وبالنهاية عليه أن يفوز بآخر صوت أريد أن أركز مرة أخرى على النقطة التي أتحدث عنها دوما وهي أن جورج بوش فاز بالانتخابات بـ 537 صوت لذا البيت الأبيض هنا يريد أن يحسب كل صوت يريد أن يعيد ربما عملية حسابية للكلية الانتخابية ليرى بالفعل إذا كان أمام الرئيس طريق صعب أكيد لكن لا يزال أمامه طريق بالفعل لأن يبقى هنا في البيت الأبيض إذن ما ليس لدينا الكثير الآن سوى الانتظار انتظار هذه النتائج من كل الولايات والمصادقة عليها من قبل ما يسمى بوزير خارجية الولاية وطبعا هو وظيفة محلية وكل ولاية مختلفة عن الأخرى لأنه بالنهاية هذا نظام فدرالي 50 ولاية لديها قوانين مختلفة طيب ناتيا إلى أي مدى هناك فعلا مخاوف من ازدواجية التصويت كما استمعنا بالمؤتمر السحفي من نيفادا أنه يجب التأكد من عدم تصويت أحد الناخبين عبر البريد ثم ازدهابوا مرة أخرى إلى مراكز تصويت وإدلاء بصوته مرة ثانية سيكون هناك ألية للتأكد من هذا ليس فقط أنه بالفعل صوت بالبريد مرة ويذهب بشكل شخصي يصوت مرة أخرى في مركز الإقتراع لكن أيضا يتأكد من أنه لم يصوت مرتين لما تعرفين الولايات المتحدة شبيهة بقارة وهناك تنقل بين الولايات يمكن أن يكون عنوان لشخص في ولاية مثلا فيرجينيا انتقل إلى جورجيا والبريد يأخذ أيام ليصل ويفرس لذا أعتقد بأنه سيكون هناك صحيح صحيح لذا أقول بأنه علينا أن ننتظر النتائج بصبر ربما لأنه سيكون بالفعل هناك ألية للتأكد من أنه كل هذه الأصوات المحسوبة هي لشخص واحد ولصوت واحد وخصوصا طبعا هذه تحدث الفرق عندما نتحدث عن ولايات متأرجحة هذه لا تحدث فرق قبير إذا تحدثنا مثلا على كاليفونيا محسوبة على الديمقراطيين هذا لا ينقص من عملية التدقيق والمحاسبة والشفافية والتأكد من هذه الألية لأنه بالنهاية هذه أول مرة تخوض الولايات المتحدة في التاريخ المعاصر أو الحديث هذه التجربة بهذا العدد يعني 35 مليون شخص استخدموا ألية البريد للتصويت فطبعا هذا بسبب جائحة كورونا وكنا نعرف بأن الجمهوريين يفضلون التصويت عن طريق طبعا مراكز الاقتراع بشكل شخصي الديمقراطيون يفضلون ألية البريد شرحت في السابق لماذا؟ لأنه يوم الانتخابات الثالث من نوفمبر عادة هو ليس بيوم عطلة وبالتالي الأقليات والطبقات الفقيرة والمتوسطة متوسطة الدخل الأيد للديمقراطيين وهم يفضلون طبعا أن يأخذوا الوقت والراحة لكي يعبوا هذا الطلب ويصوتوا عن طريق بطاقة ويرسلوها بالبريد بدلا من أن يصطفوا في طوابير لساعات قد تصل أحيانا إلى نصف يوم للتصويت لمرشحهم لذا الأصوات عبر البريد تقليديا هي بصالح الديمقراطيين بستثناء أصوات الجنود الذين يصوتون في الخارج طبعا في القواعد العسكرية سواء كانت في داخل الولايات المتحدة لكن في قاعدة عسكرية مختلفة عن مكان سكنهم أو في طبعا المراكز العسكرية في كوريا الجنوبية أو في ألمانيا أو في غيرها من القواعد الأمريكية في العادة الجنود يصوتوا للجمهوريين أشكرك على كل هذه التفاصيل طبعا سنظل في متابعة معك لكل جديد ومستجد شكرا جزيلا لك كنت معنا من أمام البيت الأبيض مراسلة الحدث ناديا البلبيسي حدث اليوم مستمر معكم وفيه أيضا الرئيس العراقي صادق على قانون الانتخابات ويقول أنه لا يلبط طموح الجميع ترجمة نانسي قنقر لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري مقتصل لأربع وعشرين ساعة لأننا نستطيع أن نطرح الأسئلة الأداء للحصول على إجابات أكثر دقة أصبحنا الحدث ترك مدينته المحروقة بلا وجهة ركب البحر بحثا عن الحياة فغدرت أمواجه ولم يخلص ذلك القارب الصغير فمن الذي نجى؟ هذه قصة مئات الآلاف من السوريين أحييكم من جديد أفادت مصادر الحدث بأن المفاوضات السياسية الليبية الليبية ستستأنف مساء الخميس في منتج جاع الباهية في مدينة بوزنيقة المغربية ووفق مصادر الحدث فقد وصل وفدان ليبيان إلى المغرب يمثلان الطرفين الرئيسيين في الأزمة الليبية للمشاركة في المفاوضات وضفت المصادر أن الوفدان سيستمران في التفاوض حول التفاصيل الرديدة من المادة رقم 15 للمناصب السيادية السبعة التي ينص عليها اتفاق الاسخيرات الموقع عام 2015 مصادر الحدث قالت أيضا أنه من المرتقب أن يوافق مجلس النواب والمجلس الأعلى على محضر التفاهمات السياسية المتوصل إليها في الجولة الثانية من مفاوضات بوزنيقة المغربية موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يواصل وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتح بشغل مفاوضات في القاهرة لليوم الثاني وكشفت مصادر الحدث عن ان المحادثات تناقش ملف التنظيمات الارهابية وضرورة وضع استراتيجية لمواجهتها وعدم احياء اي تنظيمات متعلقة بداعش والقاعدة كما تبحث ايضا وضع خطة لاعادة هيكلة وزارة الداخلية الليبية وعدم منح الجنسية لاجانب ومراجعة من حصلوا على الجنسية الليبية من المقاتلين الاجانب لابعادهم عن مؤسسات الدولة واشارت المصادر الى وجود غضب وتحفظ تركي من زيارة وزير داخلية الوفاق الى القاهرة وان القاهرة ابلغت باشاغة بتمسكها بضرورة الحفاظ على المؤسسة العسكرية الليبية وعدم المساس بها واتفقت معه على الافراج عن اي مصريين معتقلين في سجون الوفاق وعدم التعرض لهم كما يجري الترتيب لزيارة مسؤولين الجدد من حكومة الوفاق للقاهرة ولقاءات مع مسؤولين من البرلمان الليبي والجيش الوطني خلال الايام المقبلة من بنغازي ينضم الينا الدكتور احمد عبدالله العبود الباحث في العلاقات الدولية والسياسات الخارجية اهلا بك معنا في حدث اليوم دكتور اهلا وسلم اجتماعات اغدامس انتهت على قرارات غير حاسمة ويبدو ان الموضوعات الشائكة التي نقشت تحتاج الى جولات اضافية هل ستأتي الاخبار الجديدة من بوزنيقة غدا اول مساء الخير تحية لك ولجميع مشاهدي قناة الحدث يعني الايجابة التي تحقق في اغدامس وهو امتداد لما تحقق في جنيف وكانت التحذيرات الاولى له كانت في الغردقة هي البحث في انطلاق المصار الامني المصار الامني هو القاعدة التي سوف يبنى عليها باقي المصارات بمعنى ان اذا ما نجح المصار الامني استطيع ان اقول بان المصارات السياسية لن تواجه هذه الصعوبات لطالما كان اسباب فشل الصخيرات هو ان المصار الامني يضرب بعرض الحائط والترتيبات الامنية لم تنفذ وذهب الجميع خاصة في المنسط الرئاسي الى تدوير الميليشيات وبالتالي اعاد انتاج المشكلة اعتقد بان ما تحقق في جنيف وغدامس هو تشكيل غرفة عملية مشتركة والبحث في تنفيذ اتفاق جنيف بكافة بنوده وبما يفتح الباب للحل السياسي في غدامس ايضا القضايا الرئيسية الاستراتيجية المعطلة خلال العشر سنوات قضية مكافحة الارهاب الاتفاق الاستراتيجي وطني المكافحة الارهاب وتفكيك الحالة الميليشيوية التي افشلت الحالة السياسية وافشلت المراحل الانتقالية المتعاقبة ستفضل القائمة في بوزنيقة هو امتداد الاجتماعات الماضية وهي الاتفاق على معايير وفقا للمدة 15 من الاتفاق السياسي المفاوضون من الجانبين توصلوا خلال الاجتماعات السابقة في بوزنيقة بتحديد اطار اختيار الشخصيات القيادية في اجهزات الدولة هل اجتماعات ستحدد الاسماء يعني هما ايضا يعني اعتقد بأن هما تم الاتفاق على المعايير تم ايحادة هذه المعايير للبهت الأممية وأصبح هناك اطار لكيفية اختيار أو أليات لكيفية اختيار شاغلية المناصب السيادية والموصول هنا لسبعة مناصب هل يتم الاتفاق اليوم على موضوع القائمة بمعنى ما سرب من الشماء ازنيقة الماضي الذي كان هناك لغة خطابية تصعيدية من قبل المجلس الدولة وخاذ المشري بتعليمات من تركيا أو حتى الجميع بأن بوزنيقة قد يفشل تم الاتفاق على أن مجلس النواب يتم ترشيح عشر شخصيات تنطبق عليهم المعايير التي حددت وهذه المعايير هي معايير دولية ما هي هذه المعايير يحيلها إلى مجلس الدولة مجلس الدولة نعم دكتور هل يحق للجانبين هل يحق للجانبين وضع فيتو على أسماء معينة قد يطرحها الفريق الآخر أم سيكون كل فريق ملزم بقبول اختيارات الفريق الآخر لا هي ما تم الاتفاق عليه والذي لم يعلن حتى الآن أن هناك فيتو بمعنى أن مجلس النواب عندما يقدم عشر أسماء مجلس الدولة يختار من هذه الأسماء ثلاث يحيلها إلى مجلس النواب الذي بدوره يفاضل ما بين هذه الثلاث وهذه آلية جديدة بمعنى هذه الآلية لا توجد في اتفاق الصخراك وهي من ضمن أيضا المعايير التي قلنا عليها بأن بوزنيغا صنعت معايير وحيلت للبعث الأممية وأصبح عملية الإعلان عن شاغلي هذه المناصب تكون عبر مصار تونس المترقب الذي يعقد يوم تسعة وعشرة وحداش هذه الألية تحمل في مضمونها آلية الفيت وهي تختلف على ما تم الاتفاق عليه في اتفاق الصخيرات إذا ما اعتبرنا بأن اتفاق الصخيرات هو المرجعية لبوزنيغا وما حدث فيها من تفاهمات حول المادة خمسة عشر وهي أحد المواد الموجودة في الاتفاق السياسي بمعنى أن الآليات الجديدة التي تم اعتمادها في بوزنيغا هي تعديل تعديل لعمل وآليات عمل المادة خمسة عشر وتعديل أيضا لآليات عمل آليات التشاور ما بين مجلس النواب ومجلس الدولة في اختيار معيير شاغري المناصب السيادية بمعنى أستطيع أن أقول بأن اتفاق الصخيرات اتفاق بوزنيغا يمهد لشاغري المناصب السيادية التي يعتقد الجميع بأنها سوف يعلن عنها في حوار تونس خلال تسعة وعشر وحداش نوفمبر الجاري هذه هي المعايير الرئيسية التي من المتوقع أن تكون بوزنيغا عنوانا رئيسيا لاستكمال محطات السابقة حاول الأخوة المغاربة تقريبا نظر ما بين مجلس الدولة ومجلس النواب لاختراب أكثر من تعيين شاغري المناصب السيادية ما يحدث اليوم بأن هناك جولات مكوكية وهناك اللقاءات التي تحدث في القاهرة أيضا والقاهرة لها دور محوري سأعود إليها اجتماعات القاهرة ولكن داني أسأل عن اجتماعات غدامس التي حصلت واجتماعات اجتماع بوزنيقة المرتقبات غدا هل يمكن أن تشكل أرضية مناسبة لنجاح اجتماعات جناف اجتماعات تونس هل تقصدين اجتماعات تونس هل سوف تشكل أرضية لنجاح اجتماعات تونس يعني خلينا تكلموا على اجتماع الأخير في غدامس يعني اليوم أن تكلموا وعلى لجنة العشرة وليست لجنة الخمسة بلاس خمسة أو خمسة زياد خمسة وهذه اللجنة ذهبت إلى تشكيل لجنة عمليات مشتركة لتنفيذ كل بنود ما تم الاتفاق عليه في جنيف الجزء الأمني والعسكري في هذا الاتفاق أعتقد بأنه ذهب إلى الحل أو ذهب إلى الإنجاز بمعنى الاتفاق على إطار عمل مشترك لإعادة تشكيل الحرس المنشآت النفطية وتوحيدي ويعقد في الفترة القادمة اتفاق على عملية إحالة موضوع الميليشيات وعليات تفكيكها وعليات تسليم أسلحتها واللجنة الخبراء الدوليين التي سوف تراقب عمليات التسليم استلام الأسلحة ومن بعد الدهاب في تنفيذ ترتيبات أمنية في كل المدن التي توجد بها الميليشيات وفقا لجدول ودكشنري يصنف هذه الجماعات هذا في جانب طبعا يستثنى من ذلك التنظيمات الارهابية مثل قاعدة وداعش التي موجودة في ديبيا ودت علاقة بهذه التشكيلات المسلحة والاتفاق على استراتيجية وطنية للحرب على الارهاب أعتقد هذه القضايا قضايا محل تأييد الجميع داخليا ودوليا وأقليميا للأسف انتهى الوقت أشكرك جزيلا شكر كنت معنا من بنغازي الدكتور أحمد عبدالله العبود البحث في العلاقات الدولية والسياسات الخارجية صادق الرئيس العراقي برهام صالح على قانون الانتخابات الجديد بعد إقراره من جانب مجلس النواب وينص القانون الذي ألغى قانون الانتخابات الصادر عام 2013 وتعديلاته على تقسيم المحافظة الواحدة إلى دوائر انتخابية متعددة وأن يكون الترشيح فرديا ضمن الدائرة الانتخابية ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في السادس من يونيو العام المقبل التزاما بواجب الدستوري صادقت على قانون الانتخابات تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة إن إقرار هذا القانون يأتي بعد سجال طويل وقد كان إصلاح قانون الانتخابي مطلبا وطنيا لتأمين حق العراقيين في اختيار ممثلين عنهم بعيدا عن الضغوط والابتزاز وسرقة أصواتهم نعم أقر بالتحفظات المسجلة على القانون المصوط عليه في مجلس النواب ويقينا لا يمثل هذا القانون كل ما نطمح إليه لكنه في الوقت ذاته يمثل تطورا نحو الأفضل ولبنة أساسية نحو طريق الإصلاح ويؤكد الاعتبار للشعب باعتباره المصدر الأساسي لشرعية الحكم وصولا إلى الإرادة الحرة للعراقيين في حكم رشيد خادم لهم من بغداد ينضم إلينا أمين عام حزب الخيار العربي النائب السابق عبد الكريم عبطان أهلا بك معنا في حدث اليوم سعدة النائب يعني بداية قانون الانتخابات أقر وصادقت عليه الرئاسة هل مصادقة الرئاسة تعني أن هذه الانتخابات ستجرى في موعدها في السادس من يونيو العام المقبل؟ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وعلى مشاهديكم الكرام شكرا على هذا الاستضافة الحقيقة هو يفترض أن توفر بيئة آمنة للانتخابات سواء كان في العراق أو في أي مكان آخر والبيئة الآمنة بها مجموعة من المراحل يفترض أن تنضي من ضمنها قانون الانتخابات قانون الانتخابات أحدها يعني الآن نحن مقبلين على قضايا أخرى مهمة لا تقل أهمية عن قانون الانتخابات مثلا قانون قرار المحكمة الاتحادية أو تعديل قانون المحكمة الاتحادية لأن المصادقة على الانتخابات بعد إجراء عملية الانتخابات هي يفترض أن تكون محكمة الاتحادية ناصبة كاملة النصاب حتى توافق على نتاج الانتخابات وأيضا لدينا معضلة أخرى أو خلينا نقول هذه أيضا من مسلمات الأمور هو حل مجلس النواب قبل ستين يوم من تاريخ موعد الانتخابات اللي هي ستة حزيران 2021 يرادفها قضايا أخرى حتى تكون فعلا هناك بيئة انتخابية مهمة نظام بيومتري هذا مهم جدا لأن تعرفين جنابك التزوير الآن أمام مشهد الولايات المتحدة الأمريكية أم الديمقراطية والآن فيها اتهامات بالتزوير كيف نحن هذا وحده شيء ثاني السلاح المفلت هذا أيضا قبل أن أتحدث عن كل هذه العقبات أسأل عن ملاحظة مهمة الرئيس برهام صالح في خطابه تحدث بأن هذا القانون لا يلبط موح العراقيين ما الذي كان يقصده قبل الدخول بكل هذه العقبات هذا القانون يعني تعرفين جنابك كان هناك ضغط شعبي وكانت التظاهرات ولولا التظاهرات لم استطعنا أن نغير الحكومة ولا أن يكون أكذا قانون هذا القانون بالحد الأدنى هو فيه مصلح أنت تعرفين اعترضوا عليه الأخوة الكرد في بداية الأمر نحن كعرب خلينا نقول أو مقاومات أخرى وهم لهم حق في عملية اعتراضهم نحن نقول هذا القانون خلينا نقول يعني قدم الحد الأدنى من الرضا للعراقيين لأنه سابقا كان قانون سانت ليغو هو يفوز الكتل الكبيرة ويشتغل المال السيازي ويأتي شخص مثلا يجيب لأربعمية خمسمائة ألف صوت يأخذ سعر الكرسي ثلاثين ألف الباقي والساحة يجي شخص جاب إلى مئتين صوت ثلاثمائة صوت ويفوز بهذه القضية هذه تختلف توزعت الدوائر والدائرة الانتخابية بها أربعة وخمس مقاعد تطلع منها الكوتا توزعت على أساس الكوتا والفائز الأعلى جايب أعلى الأصوات في الدائرة الانتخابية هو من سيفوز بغض النظر عن جنسيته وعنوانه ومذهبه ودينه وهذه تلبي أقل الطموحات بالوقت الحاضر حقيقة الأمر ورح نعرف المرشح في هذه المنطقة ويفترض المنطقة التي تقسمت أن يكون من ساكنيها ولديه بطاقة سكن وبطاقة التموينية هنا أسأل تحدثا بهذا القانون توزيع المناطق وتوزيع الدوائر وكأن المرشح بحث عن منطقته والمنطقة التي سيجمع العدد الأكبر من الناخبين يعني هو اختار الناخبين وليس الناخبون اختاروا مرشحهم لا أحنا راهن على وعي العراقيين حقيقة الأمر ويفترض أن ينتخب الأصلح حتى إذا كان هذا صحيح ولكن يذهبوا إلى من يمثلهم بشكل حقيقي تعرفين جنابك نحن بديش الانتخابات ذهبوا إلى الانتخابات أقل من 20% ولكن الآن نتوقع يضاعف العدد على الأقل 40% سيذهبوا إلى الانتخابات وستكون النتيجة مغايرة للنتيجة السابقة تماما لكن نحن نطالب الحكومة العراقية من خلال شاشتكم وقناتكم الكريمة ومن خلالك أن الأمور الأخرى التي تضع بيئة من الانتخابات تطبق مثلا يعني استخدام السلاح والمال السياسي والنظام البيومتري وإحنا عدنا في مناطقنا نازحين وعدنا مهجرين وعدنا مغيبين وعدنا عفو عام وعدنا كثير من هذه المسائل بيئتنا الانتخابية تريدها حتى على الأقل نحن نسهل أمرهم أو ننطيهم ضوء في نهاية النفق بأن يشاركوا في عملة الانتخابات ويذهبوا للانتخابات بإدلاء أصواتهم لمن يعتقدون من يمثلهم هذه حقيقة الأمر أما تسأليني أنا على المستوى الشخصي أنا أقول هذه الدوائر فيها نوع ستفرز ناس هذه المنطقة تعرفهم يعني الدعاية الانتخابية راح تكون أقل شخص معروف في هذه المنطقة الناس ستذهب لمن تجده أنه متواجد معهم ساكن بنص أهله حتى يعبر عن مشاكلهم يعبر عن طلباتهم هذا أعتقد مفيد في هذه الفترة ماذا عن العقبات المتبقية أمام إجراء الانتخابات؟ إن كان قانون المحكمة الاتحادية الذي لم يحدد حتى اللحظة لا أدري إذا كان حلت عقدة المحكمة الاتحادية وتعيين وعقدة القادة التاسع أم لا هناك قانون مفعوديات الانتخابات وأعضائها يعني كل هذه التفاصيل هل يمكن أن تشكل عائق أمام إجراء الانتخابات؟ إذا توفرت الإرادة السياسية والإرادة القانونية لدى مجلس النواب أعتقد لن تكون هناك عهاق قانون المحكمة الاتحادية كمشروع قانون أو مقترح قانون لتعديله بشكل كامل أعتقد هذا يعني بعيد المنال ما أعتقد راح يجزير لأنه تعرفين جنابك المحكمة الاتحادية تحتاج إلى تصويت ثلثين أعظام من سيعتمد نتائج الانتخابات حيث؟ وعشرين ناهب إذا صارت انتخابات ولا توجد محكمة اتحادية إلها صلاحية للمصادقة راح تكون الانتخابات ناقصة ولن تأخذ الشرعية حقيقة الأمر لكن أكو حل قدمتها نقابة المحامين وإحنا أيضا حجينا به في أكثر من مرة والتقيت بالأخ نقيب المحامين السيد ضياء السعدي وكان المقترح ممتاز ووصل إلى مجلس النواب تعديل الفقر الثلاثة من القانون المحكمة الاتحادية حتى يأتي مرشح من قبل مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق مع المحكمة الاتحادية ويوجه السيد الرئيس الجمهورية باعتبال راحي للدستور يوجه هذا الترشيح إلى مجلس النواب لغرض المصادقة وتنحل مشكلة المحكمة الاتحادية لحين إجراء المصادقة على الانتخابات ومن ثم تأتي الدورة الجديدة لحل مشكلة قانون المحكمة للتحدي والقوانين ذات الصلة القوانين العالقة هذا الخيار ماكو هذا الخيار الوحيد وأعتقد هو هذا اللي راح يصير الأمور الأخرى أنت تعرفين جنابك إحنا السلاح أيضا أعتذر عن المقاطعة أشكرك جزيلا شكر كنت معنا من بغداد أمين عام حزب الخيار العربي النائب السابق عبد الكريم عطاء إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام ساعة تايا حدث اليوم شكرا لليتي بمتابعتكم وإلى اللقاء